مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح معكم وحلقة جديدة بنقدمها هذا الاسبوع اليوم معاكم من برنامج عبر الكتاب وبنصلي انه هذه الحلقة تكون سبب بركة لحضراتكم الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة موضوع مهم جدا وعشان كده حابب من البداية كمان اشجح حضراتكم على لو فيه اي اتصال لو فيه اي سؤال متعلق بموضوع الحلقة اللي هنتكلم فيها النهاردة ابقى سعيد جدا باستقبال تليفوناتكم ومدخلاتكم واتصالاتكم حلقة اليوم هي بعنوان السفر المغضوب عليه السفر المغضوب عليه هتقول لي هو فيه سفر مغضوب عليه اقول لك ان البعض بيرى ان هناك سفر في الكتاب المؤدس لم يأخذ حقه من القبول والترحيب على مدار تاريخ الكنيسة وهذا طبعا فكر غير صحيح وهنشوف النهاردة هذا السفر والسبتايتل او العنوان الفرعي الرد على الافتراءات الموجهة الى سفر اسدير يبقى عرفته ايه سفر وعرفته ايضا ان هناك افتراءات موجهة الى سفر اسدير وده موضوع الحلقة النهاردة لكن قبل ما ادخل في موضوع الحلقة حابب اعلق في دقائق معدودة على التويتر بتاعة عبدالله الرجدي اللي فيها طلع علينا بعد تكريم الدكتور العلامة مجدي يعقوب وقال هذا الكلام لا يقبل الله يوم القيامة العمل الصالح مع المعتقد الفاسد وهنا هو انا مش اكلم عن القبول الله او عدم قبول الله لكن انا اكلم على الاقتناع اللي عنده بان المسيحية معتقد فاسد وده مش اول مرة هو يوجه هذا الاتهام البذيء الى الايمان المسيحي ده هو قالها قبل كده وانا عايز اول حاجة ملاحظة من الملاحظات اللي بقولها على هذا التعبير هو انه هو مبني على فرضية الفرضية دي بتقول انه لو انت عندك معتقد صالح يبقى اكيد هتنتج عنه اعمال صالح واعتقد ان احنا كلنا نتفق على هذا الحق لو انت عندك معتقد صالح يبقى هيخرج منه اعمال صالح طب هاجي الى الاسلام هل العالم افضل حالا بوجود الاسلام ام بعدم وجود الاسلام وده سؤال لازم منطقيا نتراحه هل العالم افضل حالا لو عبدالله رجدي مش بينادي بهذه التعليم المليانة بالكرهية والبغضة للاخرين وتكفير الاخرين هل العالم افضل حالا من اسامة بن لادن عدم وجود البغدادي عدم وجود داعش عدم وجود السلفيين هل العالم افضل حالا بعدم وجود الازهر هل العالم افضل حالا بعدم وجود الاسلام كمعتقد اعتقد واؤمن مع الملايين ان هذا حق العالم كان هيكون افضل لو الاسلام مش موجود دي حاجة حاجة تانية ماذا قدم الاسلام الى العالم ماذا قدم العالم الاسلامي اليوم الى العالم ماذا قدم العالم الاسلامي الى خير البشرية لتقدم الانسان لتخفيف الام المتألمين لوقوف مع المعاناة البشرية والمآسي والمكارث والكوارث البشرية ماذا قدم العالم الاسلامي من خير لبقية العالم كم عالم وكم مخترع وكم فيزيائي وكم يعني من العلماء العلماء الحقيقيين وليس خريجي الأظهر من يطلقون عليهم علماء أفادوا البشرية حاجة تانية اللي هسأل عبدالله رجدي عليها وهي على أي أساس بتحكم إن هناك معتقد فاسد وإن هناك معتقد صالح أو ما هي المعايير لعشان أجي أحكم على إن الأكلة دي أكلة فاسدة يبقى عندي معايير يبقى أكيد مسمومة يبقى أكيد طعمها وحش يبقى أكيد الملح فيها زيادة عن اللازم ما تتكلش يبقى أكيد محروقة في معايير كل حاجة لها معايير المعايير اللي بنيت عليها حكمك بأن المعتقد المسيحي معتقد فاسد هل بنيت إيمانك وطعمك في الإيمان المسيحي على أساس معيار الأخلاق بمعنى إيه بمعنى هل المسيح غزى؟ هل الرب يسوع سبى؟ هل الرب يسوع حمل سيف؟ هل الرب يسوع كان شتاما وسبابا؟ هل الرب يسوع اشتهى ما لغيره؟ هل الرب يسوع كان عنيف وقاسي دون قلب وبدون رحمة؟ وهل الرب يسوع علم تلميزه أن يكونوا أيضا عناف قتالين ذباحين للآخرين سالبين كارهين مبغضين لكل من هم مختلفين معه؟ لا تبعا أي قارئ للإنجيل يعلم أن هذه ليست حقيقة؟ يعلم جيدا أن يسوع المسيح عاش حياة قداسة؟ يعلم جيدا أنه لم يرفع سيفا ولم يغزو بلدا ولم يسبي مناطق معينة ولم يسبي أناس ولم يسبي سبايا ولم يشتهي بل هو وحده الذي قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم واحسنوا إلى مبغديكم هو اللي قال أيضا لا تشتهي هو اللي علمنا هذه الأشياء فالمسيحية من النحية الأخلاقية لو أنت بنيت فكرك أو إيمانك على أساس المعيار الأخلاقي المسيحية تثبت على أنها أسمى وأعلى أخلاقيا من أي معتقد آخر هل بنيت بقى اتهامك للمسيحية وطعنك في المسيحية على أن المسيحية لم تقدم حل لمشكلة الإنسان؟ بالعكس المسيحية هي التي قدمت حل منطقي رائع متكامل لمشكلة الإنسان الأساسية في المسيحية الإنسان مخلوق على صورة الله في المسيحية الإنسان غالي جدا على قلب الرب في المسيحية الإنسان بسبب الخطيئة فسد وأخطأ وابتعد عن الله وصار محكوم عليه بالموت الأبدي والهلاك في الإيمان المسيحي مشكلة الإنسان هي القلب في الإيمان المسيحي الرب يسوع بيغير القلب في الإيمان المسيحي بنرى محبة الله للإنسان القاطي في الإيمان المسيحي بنرى إلى أي مدى محبة الله ظهرت في شخص يسوع المسيح مخلصا للعالم من خطيئهم هل بنيت طعنك في المسيحية على أساس أن الإيمان المسيحي لم يغير من طبيعة أتباعه إلى الأفضل؟ كلنا نعلم جيدا أن المسيحية ومن يريد أن يعيش بالإيمان المسيحي بيتحول إلى إنسان أفضل بيحب الرب يحب المجتمع يحب الآخرين ولا يفكر في نفسه لكنه حياته بتكون كلها عطاء زي سيده عشان كده الملاجئ المستشفيات وكل الأعمال الخيرية في كل بلاد العالم كان نشأتها من الكنيسة يكفي عندما علم الرب يسوع تلميذه وعلمنا عن السامري الصالح ومن هو أخي وكيف نخرج بر ذوتنا لكي ما نفعل الخير حتى مع أعدانا ده المعتقد اللي انت بتقول عليه فاسد إذا كان المعتقد اللي انت بتقول عليه فاسد يسمو أخلاقيا عن أي معتقد آخر وإذا كان المعتقد اللي بتقول عليه فاسد بيقدم حل لمشكلة الإنسان الأساسية ويخلصه ويقربه للرب ويفتح قلبه لقبول معرفة الله ولمحبة الله الأبدية في المسيح يسوع إذا كان هذا المعتقد بيغير الإنسان للأفضل بيحوله من إنسان كاره غير محب خاطئ أثيم إلى إنسان يحب الأخرين ويحب أن يضحي بنفسه من أجل الآخرين هل هذا هو الفساد في نظرك إذا كان هذا هو الفساد فأنا سعيد أن أقولك أنه ماشي هتفق معاك أن الإيمان المسيحي فاسد لكن الفساد هو فساد القلب والفكر وفساد المشاعر الإنسان الذي يجرد من كل مشاعر المحبة والرحمة والعطاء المسيحية ليست عقيدة فاسدة ويريتك تفتح عينك وترى الحق حتى يتبدد كل ظلام موجود في حياتك فتعرف يسوع المسيح المخلص النور الذي ينير كل العالم إحنا مزعلانين كمسيحيين أن أنت بتهمنا بالعقيدة الفاسدة إحنا الرب يسوع قالنا قبل كده وجهزنا طب لكم إيه زعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة فهذا أمر معروف ومتوقع جدا لكن أنا زعلان على نفسك عليك أنت لأنك أنت أعمى وتقول أن أنت مبصر لكن أنت أعمى قلبك مليان بالظلمة وبالبغضة وبالكراهية ومش ممكن أبدا تتحرر من ده إلا بمعرفة يسوع المسيح أرجع إلى موضوعنا الأساسي موضوع الحلق وهو السفر المغضوب عليه السفر المغضوب عليه الرد على الإفتراءات الموجهة إلى سفر أستير سفر أستير من الأصفار المهمة جدا في كلمة طلقة ويعتبر سفر أستير من الأصفار المتميزة جدا هو يعتبر سفر متميز وهقول حاجتين مهمين جدا عن سفر أستير أول حاجة فهو السفر الثاني بعد سفر رعوس الذي يسمى باسم فتاة يعني في كل الكتار المؤدس سفرين بس سمية باسم امرأة سفر رعوس وكانت مؤبية وسفر أستير اليهودية الفتاة اليهودية التي كانت مسبية هو أيضا السفر الثاني بعد سفر نشيد الأنشاد الذي لم يذكر فيه مباشرة اسم الرب ونكلم عن النقطة دي بالتفصيل لما نيجي إلى الهجوم على سفر أستير لماذا الاعتراض والهجوم على سفر أستير لماذا يوجه البعض اعتراضاته ويحاول أنه يوجه افتراءات نسميها افتراءات نحو سفر أستير هلخص دوان فيه أكتر من نقطة أول سبب بيجعلهم يطعنوا في سفر أستير هو الكاتب فبيقولولنا احنا منعرفش مين الكاتب بتاع السفر ده الاعتراض الأول وهتكلم عن الجزء دوان أنا حط بس الأول الاعتراضات وبعدين هاخد واحد واحد من هذه الاعتراضات ونتكلم فيه ونحلله ونرد عليه الكاتب حاجة تانية التشكيك في تاريخية أحداث السفر هل فعلا السفر ده حصل هل فعلا كان فيه واحد اسمها أستير وابن عمها مردخاي وكانوا مسبيين وكانوا في شوشن القصر في في مملكة فارس وبعدين أصبحت هي الملكة وبعدين كان فيه واحد اسمه هامان عدو لليهود أجاجي قبيلة تبع عمليق وكان كاره لليهود فاستغل منصبه وقدر انه ياخد تصريح من الملك بانه يباد كل شعب اليهود وبعدين الرب تدخل من خلال استير وقلب الموازين فالخشبة اللي كان هيصلب عليها مردخاي سوريا قال له هيصلب عليها مردخاي اللي عدها هامان هي النفس الخشبة اللي صلب عليها هامان وتقلبت الموازين ورأينا كيف أن الرب بيحمي شعبه وأيضا بيدافع عن شعبه التشكيك هل الأحداث دي أحداث حقيقية هل فعلا فيه واحد اسمه أحشويريش وهل فعلا القصة دي لها أي أساس تاريخي أم ليس لها أساس تاريخي اختلاف حجم السفر في الكتاب المؤدس السفر العبري والأصفار القانونية الأبوكريفية فيه ما بين عشر أصححات وما بين ستاشر أصحح في الأبوكريفة عدم ذكر الرب أو عدم ذكر اسم الرب في السفر فهو لا نجد فيه يهوى أو إلهيم أو الإله العلي أو الإله القدير لا نجد فيه أنه اسم الرب يسكر كويس فده البعض بيطعن فيه على أساس أنه آه يبقى سفر ده مكتوب سفر كده يعني للتاريخ للناس لكنه مش وحي إلهي حاجة التالت الرابعة تاريخ قانونية سفر متى قبل السفر ضمن الأصفار القانونية العبرية وهل كان هناك اعتراض على وجود سفر استير ضمن أصفار العهد القديم أم أن السفر كان مقبول عند اليهود منذ لحظة كتابته ده الاعتراضات ده تلخيص بتاع الاعتراضات الموجهة إلى سفر استير قبل ما تكلم عن الاعتراضات دي ونقش فيه نقشها مع بعض حابب أقدم ملخص عن القصة يمكن عدد من المشاهدين غير مسيحيين ما يعرفوش قصة سفر استير وما يعرفوش مين هي استير وفي نفس الوقت نحتاج أن نقدم ملخص لهذه القصة الكتابية ولما أقول قصة أنا مش بكلم على قصة خرافية أقول قصة بكلم على أحداث تاريخية الرواية التاريخية اللي حصلت في مملكة فارس وقع كانت استير فتاة مسبية من ضمن الذين سبيوا والسبي دوان كان السبي البابلي عدد كبير جدا من اليهود اتسبى بعد خراب أرشالين سنة 586 على يد نبو خزنصر البابلي لكن بعد فترة من الزمن سنة 539 قام كورش الفارسي واستطاع أنه يهزم بابل وبدأت من هنا تاريخ المملكة الفارسية مادي وفارس زي ما نسميها مملكة مادي ومملكة فارس وكورش الملك قال لليهود اللي عايز يرجع إلى بلده يرجع فازروا بابل خد أول فوج من اليهود ورجع به وبعد فترة بنقرأ أيضا عن نحمية وعن عزرة ورجعوا إلى أرشاليم وعدد كبير من اليهود رجع لكن عدد آخر من اليهود ظل موجود في المملكة القديمة ظل موجود في بابل وفي فارس وقعدوا هناك ورستأوا حياتهم على أنهم يعيشوا في هذه البلاد فكان في مجتمع يهودي في فارس اللي هي النهاردة اليونان سوري اللي هي النهاردة إيران فإستر كفتاة موجودة هناك اللي حصل أنه كان في ملك عظيم جدا هو أحشا ويريش اللي يعتبر ابن داريوس والملك أحشا ويريش كان ليه زوجة اسمها وشتي وكان عامل حفلة وليمة كبيرة جدا والولائم طبعا في قصور الملوك مش بتبقى يعني تعالى اتعشى وروح لا ده بتبقى أيام وأيام بعض الولائم بتبقى لشهور بعضها بيصل إلى ست شهور من الوليمة العظيمة اللي عملها الملك في قصوره للأمراء والرؤساء ولقادة الجيش وإلى أخر فالملك طبعا وهو قاعد مع الحاشية بتاعته سكر وتحت تأثير الخمر طلب من زوجته أنها تيجي وتظهر مفاتنها أمام الحضور أمام كل الشرفاء وبعت لها رسالة أنها تيجي فرفضت طبعا الملكة رفضت طلب الملك ورفضت أنها تأتي وتجلس بجانبه وكان دوا رد فعل غير متوقع لأنه كيف لملكة ترفض أمر أحشويرش فالقادة اللي معاه والمسؤولين قالوا له اللي حصل ده عمره ما حصل في مملكتنا ودلوقتي كل النساء في المملكة هياخدوا الملكة وشتي كمثال لهم فإذا طلب منهم أزواجهم طلبوا حاجة طبعا هيقولوا لأ وهيبدأ حركة تمرد نسائية في المملكة فأنت لازم تاخد موقف ضد هذا الرد الفعل اللي أخذته الملكة وشتي اترك وشتي ودور على واحدة تاني تكون بطيعك وتكون خاضي عليك بعد بحث وفترة من البحث اخترت استر ولكن ظلت هويتها اليهودية محتفظة بيها سرا يعني هي دخلت في الاختيار اللي تم لكن لم تعلن عن هويتها وده كان اقتراح مردخاي لألا يصيبها أي أذى فانها ما تعلنش عن هويتها اليهودية في الوقت ده في الوقت ده أصبحت استر هي الملكة ويس الملك أحشويرش في الوقت ده أيضا كان بيحاول أنه يصل إلى اليونان فهزم هزم في معركة من المعارك ورجع إلى المملكة مدايق ومهزوم ومكسور فبعض الشعب بعض من الشعب والقادة العسكريين حابوا يعملوا تمرد عليه وحابوا أنه يعملوا نوع من الخيانة ويقتلوه وينصبوا حد تاني مكانه كان مين اللي موجود وبيسمع هذه المؤامرة هو مردخاي اللي ربى استر وكبرها وكان ابن أعمها لما عرف مردخاي هذه المؤامرة ضد الملك أحشويرش راح خبر البلويس السري المسؤول عن حماية الملك وفعلا تحققوا من الأمر فطلع أنه هناك فيه مؤامرة لاغتيال الملك وكتبوا دوان في سفر واحتفظوا به وانتهى الموضوع كان في نفس الوقت هامان اللي هو كان يعتبر اترأى إلى أنه يبقى رئيس وزراء وكان من هامان الأجاجي أو هو من إحدى القبائل التي تنتمي إلى عمليك وحنا عارفين أنه تاريخ عمليك كان كله عداء لشعب إسرائيل فالراجل دوان وهو داخل الأصر كان هناك مردخاي واقف باستمرار كواحد من اللي موجودين في الأصر أو اللي بيشتغلوا في الأصر فكان كل الناس بتسجد له إلى لكن مردخاي ده ما كانش بيسجد لهامان وقال أنه أنا مش ممكن أسجد لإنسان فأنا عقدتي تمنعني أن أنا أسجد إلى إنسان اضغاز جدا هامان وقرر أنه يخطط بتخطيط معين أنه يبيت كل اليهود اللي موجودين في المملكة فارس فأقنع الملك بصورة أو بأخرى أنه يطلع فرامان أنه كل يهودي موجود في المملكة ييجي اليوم الفلاني دوان ويتم قتل اليهود اللي موجودين في المملكة زي ما عمل كده هتلر في اليهود هم هيعملوا أيضا نفس حركة الإبادة الجامعية لليهود اللي موجودين في مملكة فارس وفي كل المملكة العظيمة طبعا استر كان لابد أنها تاخد موقف وكانت خايفة أنها تاخد موقف إلا أنه مردخاي أقنعها أنه هي لازم الرب أوجدها إلى في هذا المكان علشان أمر معين ولازم تقوم بهذا المهم فالمهم استر عملت وليمة وأقنعت الملك الكبير أنه ده همان اللي بيكره اليهود هو اللي قرر أنه يبيد اليهود وأنه لازم الملك يتدخل وفعلا حصل نوع من التدخل وأن اليهود استطاعوا أنه يحموا أنفسهم ويدفعوا عن أنفسهم وعملوا عيد بعد كده للاحتفال بإنقاذ الله لهم اسمه البوريم أو عيد القرعة كويس وبدأ اليهود يحتفلوا بهذا العيد سنويا وهمان الخشبة اللي قعدها همان علشان يصلب عليها مردخاي هو اتصلب عليها وينتهد حياة همان ده باختصار القصة كويس ده باختصار شديد اللي حصل طيب لما نيجي بقى إلى كاتب السفر قضية كاتب سفر مين كاتب سفر استير؟ لما بنقرأ سفر استير ما بنجيش في البداية الكاتب يعني يعني مثلا في أصفار كتيرة في الكتاب المؤدس بنجد أنه بوليس رسول يسوع المسيح أو بوتروس مثلا بيكتب أو حتى إنجيل يحنى يحنى يكلم عن نفسه أنه هو الشاهد وأنه هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه فعدد كبير من الأصفار ممكن نجد بصورة مباشرة أو بصورة بناخدها من النص من النص نفسه بنقدر نعرف أنه ممكن يكون فلان هو الكاتب السفر يعني مثلا أصفار موسى الخمسة هناك إشارات كتيرة جدا في أصفار موسى الخمسة وأوامر من الرب لموسى أنه اكتب كل كلمات هذه الشريعة واحتفظ بها فبنجد آه يبقى أكيد موسى كتب لما نيجي بقى لي سفر استير ما عندناش أي إشارة مباشرة على الكاتب فالسفر مش بيبدأ أنه فلان الفلان كاتب سفر استير لكن بيبدأ على طول يكلمنا عن الأحداث التي تمت أيام استير كويس فيبقى نروح إلى اليهود ونروح إلى تاريخ المفسرين التاريخ الكنسي والتاريخ اليهودي اللي نعرف هم فكروا في مين يكون كاتب سفر استير وعلى فكرة عدم وجود الكاتب أو عدم ذكر الكاتب مباشرة لا يؤثر أبدا على مصداقية النص الكتابي فدي كانت زمان معظم الكتب القديمة ما كانش حد بيكتب عليها اسمه بيس قليل جدا من الكتب اللي كان ممكن يكتب عليها اسمه لكن هو بيكتب تاريخ بيكتب حدث هذا الحدث هو عايز يوصل منه إزاي الله تدخل لإنقاذ شعبه فبيكون السفر مصداقية السفر ليست مبنية فقط على مين هو الكاتب بيس قد يكون كتب واحد من الأنبياء أو واحد من الكهنة أو واحد من الذين قادهم روح الله للكتابة لكن دواء لا يؤثر على مصداقية السفر وعلى الطعن في السفر فمثلا المؤرخ اليهودي العظيم معروف جدا يوسيفوس الذي عاش في القرن الأول الميلاد ويوسيفوس كتب لنا تاريخ اليهود كتب كل تاريخ اليهود في مجلدات كثيرة جدا وكتب أيضا مجلدات أخرى عن حروب اليهود فيوسيفوس ذكر لنا أن كاتب سفر استير هو عزرة الكاتب وعزرة الكاتب كتبوا على لسان مردخاي يعني هو سمع الأحداث من مردخاي فعزرة لأنه هو الكاتب كاتب شريعة الله العلي هو الذي كتب لنا سفر استير ده 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 يوسيفوس اللي بيقول لنا كده ودي مدرسة كبيرة جدا بيتبعها كتير عدد كبير من علماء العهد القديم أغسطينوس وهو القديس أغسطينوس وأيضا معروف بكتباته ومعروف أيضا بتفسيره لكتار المعدس قال لنا أنه عزرة هو الكاتب هو أيضا نفس اللي قاله يوسيفوس قاله أيضا القديس أغسطينوس كلموندوس الأسكندري وابن عزرة وهو أيضا مفسر يهودي كبير وأغلب مؤرخي اليهود أغلب الربيين اللي هم معلمي اليهود بيؤكدوا على أن الكاتب هو مردخاي نفسه يعني مش بس أنه عزرة كتب على لسان مردخاي لا ده الكاتب هو مردخاي هو صاحب الأحداث فهو الذي كتب هذا السفر وبيبنو هذا الفكر أنه مردخاي هو كاتب على أساس الآية المذكورة في أصحاح 8 وفي عدد 20 وكتب مردخاي هذه الأمور وأرسل رسائل إلى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك أحشويرش القاربين والبعيدين ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر أذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة يبقى كتب رسائل مردخاي لما ترأى كويس والرب أنقذ اليهود هو كتب رسائل لكل اليهود اللي موجودين في كل المتشتتين في كل ربوع المملكة الفارسية وقال لهم أن يوم الرابع عشر ويوم خمستاشر من شهر أذار يكون لكم عيد وده كانت بداية الاحتفال بعيد البوريم أو الفوريم اللي هو معناه القرعة وده للاحتفال بإنقاذ اليهود وكيف أن الرب تدخل على يد إستر ومردخاي لكي ما ينقذ شعبه من الإبادة فإحنا عندنا المدرسين دور المدرسة الأولانية بتقول أنه عزراء كتبه على لسان مردخاي المدرسة الثانية بتقول لا مردخاي نفسه هو كاتب السفر طبعا السفر لابد أن يكون قد كتب قبل سنة 333 يعني إيش معنى سنة 333 لأن سنة 333 انتهت المملكة الفارسية وبدأت المملكة اليونانية على يد الإسكندر الأكبر والمملكة اليونانية تركت بصمتها في كل مكان وصلت إليه البصمة اللغوية أن اللغة اليونانية أصبحت هي لغة الكتابة واللغة المعروفة فكل الكتابات التي أتت بعد سنة 333 فيها مفردات لغوية يونانية وفيها أفكار أيضا من المملكة الهلينية اليونانية لكن نجد سفر إستير مفهوش أي تأثير للغة اليونانية فيه ومفهوش أيضا أي تأثير للأفكار اللي كانت موجودة اللي هي الهلينية اللي موجودة في فترة ما بين العهدين فبهذا يكون سفر إستير قد كتب قبل المملكة اليونانية كتب فترة المملكة الفارسية والحاجة الأخرى اللي بيؤكدها أيضا علماء العهد القديم أن الكاتب على دراية كاملة ووفية وشاملة بالأماكن وبالمملكة الفارسية وبالعادات وبالتقاليد وباللغة الفارسية فبالتالي لابد أن يكون شخص عاش في هذه البيئة والشخص الذي عاش في هذه البيئة هو مردخاي طيب أحداث السفر الاعتراض الثاني طبعا مواجهة إلى أحداث السفر أقول لك لا سفر ده أصل الكتب علشان يبين يعني أدئي اليهود دول يعني محزوزين وأدئي اليهود دول يعني أسكياء وأدئيه أنه هم شعب قدر يحافظ على نفسه في فترات صعبة جدا لكن ممكن القصة ما تكونش حقيقة طبعا الكلام ده غير حقيقي ليه لأنه أول حاجة بيسكن لنا تفاصيل دقيقة مهمة جدا عن المملكة الفارسية كويس وبيذكر لنا أيضا أسماء وبيذكر لنا أيضا أحداث معينة مرت بيها المملكة الفارسية بداية السفر على طول بيقول لنا أنه السفر كان في زمن ملك الملك أحشويرش يعني أما نفتح سفر استير على طول وحدث في أيام الملك أحشويرش كويس والملك أحشويرش تاريخيا مش دامج بمنك لا ده بحسب التاريخ لأي واحدها يدرس التاريخ أي واحدها يدرس أيضا علم الآثار وتاريخ المملكة الفارسية يعرف أن أحشويرش هو الملك الفارسي الذي ملك على مملكة فارس أكثر من واحد وعشرين سنة ملك من سنة ربعمية ستة وتمانين وحتى سنة ربعمية خمسة وستين قبل الميلاد طبعا نكلم على قبل الميلاد كويس فتاريخيا وعلم الآثار أيضا بيؤكد لنا هذه الحقيقة عندنا تمثيل عندنا رسومات على الجدران عندنا معابد عندنا سكريبت حاجات مكتوبة بتؤكد لنا الملك أحشويرش كويس عشان كده زي ما قلت أنه السفر بيبدأ بوحدث في أيام أحشويرش هو أحشويرش الذي ملك من الهند إلى كوش يعني ملك من الهند حتى كوش وكوش دي طبعا السودان وجنوب السودان على مائة وسبع وعشرين كورة مية سبع المملكة بتاعته كانت متقسمة إلى مقاطعات كويس فمية وعشرين مقاطعة مية وعشرين ستيت أو مية سبع وعشرين مية سبع وعشرين مقاطعة كانت المملكة بتشملهم اللي هي مملكة فارس كويس أحشويرش إيه اللي نعرفه عن أحشويرش وده أيضا اللي بنشوفه في القصة الكتابية بنشوف إزاي إنه هذه الشخصية لما بنعرف عنها من التاريخ نقدر نفهم أيضا اللي بيقوله الكتاب من أمور مهمة جدا عن الملك أحشويرش أحشويرش هو زيروكس أو ده بالاسم اليوناني يعني اليونانيين استخدموا كانوا يطلقوا عليه زيروكس باليوناني وهو أيضا بالفارسي خاشرشا خاشرشتا بالفارسي والنمى العبري ومنه أيضا بدأت الترجمات الأخرى أحشويرش وهو زي ما قلت ملك من سنة ربعمائة ستة وتمانين إلى سنة ربعمائة خمسة وستين اشتهر أحشويرش بالقصوة والعنف وكان كل واحد يعصي أمره كان يتم إعدامه ولو قال حاجة ما تنفذتش كان دايما يعدم أو يقتل الذين تأخروا أو لم يقوموا بالعمل اللي هو طلبوا منه وعش كده لما استير تقول لنا أنا ما قدرش أدخل إلى الملك لأنه لو ما رفعش إلي العصايا اللي مسكها في إيده يعني دهي إذن إنها تدخل يبقى حكم عليها بالموت ما تقدرش تدخل غير لما يرفع العصايا اللي مسكها في إيده كأنه بيقول أنا أعطيك الإذن إنك تدخلي لكن ما تقدرش لو دخلت من غير ما يعطيها الإذن يحكم عليها بالموت فنقدر من السفر نعرف انه الملك ده كان قاسي جدا وقوي جدا كان عنده سلطان مطلق على حياة الناس في مملكته من الرجال والنساء كان زي نبو خز نصر الذي كل ما شاء احيا وكل ما شاء امات ورث من داريوس ابيه مملكة فارس اللي هي مطرمية الاطراف ومملكة فارس مملكة كبيرة جدا كان طبعا احشويرج بيطمع عنده حلم انه يصل بالمملكة دي الى اوروبا يعني يمد مملكة فارس حتى تصل الى اوروبا فهو كان في اسيا الصغرى اللي هي تركية لكنه كان يريد انه يصل حتى الى اليونان وفعلا فارس حاولت مرات ومرات انها تدخل اليونان وتمتلك اليونان وتسيطر على اليونان ابوه اريوس حاول قبل كده سنة ربعمائة وتسعين اريوس حاول انه يدخل اليونان ويمتلك اليونان لكنه انهزم في معركة كلنا يمكن نعرفها اسمها الماراثون او ماراثون كويس اللي هي لما جيل المخبر بالاخبار السارة بيجري 26 ميل علشان يوصل الى اليونان ويخبرهم بانه اليونان انتصرت ومن هنا بدأت فكرة الماراثون اللي هو الجاري المسافات المسافة الطويلة دي المعركة كان اسمها معركة ماراث وتهزم فيها اريوس ابنه احشاويرش بقى حب ينتقم يريد ان ينتقم من اليونان ويريد انه يهزم اليونان وايس ف بنقرأ كده في القصة الكتابية دي مملكة فارس اللي هي بالاحمر دي دي كل مملكة فارس وبنشوف قد ايه وصل هو الى الهند وايضا على منفيس وليبيا اللي هي مصر الاديمة وصل حتى السودان تحت دي كانت مملكة فارس مين هي بقى استير استير هي فتاة عبرية من المسبيين وتربط في السابي اسمها الا الاستير هو اسم فارسي بيعني كوكب ستار اما اسمها العبري فهي هدسة ويطلق ايضا على شجرة الاس بس بسيغة المؤنس هي بيرجح انها من صبت بن يمين وقد ولدت في ارض السابي وتبناها مردخاي ابن عمها ورباها في مدينة شوشن عاصمة فارس ودي مدينة شوشن كانت عاصمة فارس كانت مصيف يعني عندهم زي ما احنا عندنا في مصر كان عندنا طيبة وعندنا منفس تحت كويس او طيبة في الجنوب مصر ومنفس عنده مدينة صيفية ومدينة شتوية فمدينة شوشن كانت هي المدينة الشتوية اللي بيقض فيها الملك الشتاء عشان دفية شوية طيب يبقى موضوع السفر موضوع السفر وهنا هتكلم عن عدم ذكر اسم الرب في سفر استير مع ان السفر لا يذكر لنا اسم الرب فيه سفر استير ما بيذكر وش خالص الا انه اي قارئ لسفر اي قارئ اد السفر لأي واحد يقرأه هيخرج بنتيجة واحدة بس ان هناك اله مسيطر على كل الاحداث ومتداخل مع كل الاحداث ويعتني بشعبه ويحامي عن شعبه ويسد عنهم كل الشر الموجه ضدهم ده الملاخص يعني بالزبط زي ما واحد صوره قال ان الله اسم الرب مش موجود في سفر استير لكن في كل اصحح بنجد الله الذي يعمل من وراء السطار بنجد الله الذي يتدخل بصورة معجزية بنجد الله الذي بعنيته يعتني بشعبه ويعتني بفقراءه ويعتني بالمساكين والمظلمين من شعبه في مملكة فارس ده كل السفر ده موضوع الاساسي فلما نيجي الى انه ليه اسم الرب مش موجود او طب ليه هو ما ذكرش عبارات مباشرة ويقول مثلا فيها وقال الرب كذا 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 لانه الرب في سفر استير هو رب التاريخ الذي يعمل في احداث التاريخ ومن وراء السطار طيب فصمت الله لا يعني غيابه صمت او بمعنى عدم ذكر اسم الرب في سفر استير لا يعني غياب الله او عدم موجوده انا مش عارف اللي بيقرأ سفر استير ازاي ممكن يصل الى انه ربنا مش موجود ما فيش واحد يقدر يقرأ سفر استير الا ويطلع فعلا حتى لو غير مسيحي يعني يعني يقولك انه الاحداث دي ما ينفعش تترتب بهذا الشكل الاحداث دي ما ينفعش تكون من تخطيط انسان الاحداث دي ما ينفعش انها تكون بالصدفة اكيد هناك اله وراء كل هذه الاحداث طبعا بالنسبة اليهود هو يحو طيب عناية الله وسلطانه على الاحداث بنجدها من اول اصحح من اول ما رفض الملك احشويرش الملكة وشتي واختار استير مع انها فتاة من الفتيات اليهوديات المسبيات اللي اتولدت في السبل الا انها وجدت نعمة وصلت الى هذه المكانة انها تصير زوجة لملك فارس ده من الصدفة المؤمنين بالرب ايمان حقيقي مفيش حاجة في حياتهم اسمعها صدفة الصدفة ليست لها وجود في حياة المؤمنين لكن في حاجة اسمها العناية الالهية في حاجة اسمها المقاصد الالهية في حاجة اسمها مشيئة الله وترتيب الرب او او اتفكر كمؤمن ان انت وصلت لما وصلت اليه لانه الصدفة خدمتك او اتفكر ان ربنا حتى او ان انت وجدت في المكان ده بالصدفة او ان انت ولدت في المكان ده بالصدفة او ان انت نشأت في الاسرة دي بالصدفة احنا مش متروكين للصدفة احنا يقول عننا كتاب مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي ينسلك فيها ما فيش حاجة اسمها صدفة في حاجة اسمها العناية الالهية ودي بنجدها من اول اصحاح في صف استير مردخاي يكتشف المؤامرة الكبيرة على الملك ما كانش صدفة وجوده وهو بيسمع المؤامرة دي ما كانش صدفة وجوده في نفس المكان وفي نفس الوقت اللي فيه بتتم المؤامرة لم يكن صدفة كان ممكن كان ممكن مردخاي يسمع المؤامرة ويقول وانا مالي اولا انا يهودي وده فارسي ودول فارسيين منهم لبعض وانا مالي كان ممكن يقول ما يتخلصوا منه وانا مالي يمكن يجي لنا ملك شوية احسن منه لكن انه مردخاي يسمع ويخبر الحرس الخاص للملك ويتم كشف المؤامرة ويتسجل دوا فيه سفر اللي هو بيسجله فيه الاحداث الملكية ويتحط فيه الاصر الملكي وعلى فكرة دا كله ولسه الملك ما يعرفش مين الشخص الكويس اللي انقذه ما يعرفش عنه حاجة ومردخاي عمل الخير دا دون انتظار دون حتى انه يطلب مكافأة دون حتى انه يطلب حق او اي نوع من المكافأة مع انه من حقه كان ياخد اي مكافأة لكنه عمل الخير لانه رأى ان هذا الامر خيرا وانه اغتيال الملك هو تخطيط شرير وده بيعلمنا انك اعمل الخير دون انتظار مقابل اعمل الخير دون انت انتظر مقابل لانه هيجي وقت والرب هيكافأك وده اللي هنشوفه في بقية القصة همان بقى اللي هو عدو اليهود اللي يريد ان يبيد اليهود خطت لابادة اليهود واختار يوم من الشهر وقعت فيه القرعة على الشهر الثاني عشر من شهر اذار لما سمع مردخاي بامر المرسوم الملكي بقاتل اليهود حاول انه يقنع استير انها تقوم بدورها ولا لا تفتكري في نفسك انك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود لانك ان سكدت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجال اليهود يعني حتى لو انت ما عمتش بدورك لكن الفرج والنجاة هيكون من نصيب اليهود وكأنه بيقول انه لنا رب يستطيع ان ينجينا من يد الملك واما انت وبيت ابيكي فتبيدون ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا قد وصلت ومين يعرف اذا كان الرب هو الذي اقامك في هذا المكان لمثل هذا الوقت صلوا وطلبة صلا وطلبة صوم وانها هتعمل عشان تاخد الخطوات المهمة همان بيغضب من مرضخاي وبيتحرك للانتقام منه وبعدين ييجي كده الملك في يوم من الايام معرفش ينام الملك احشو ويريش معرفش يعني فقل لهم ادوني الكتاب معدوش طبعا لا ايباد ولا ايفون ولا لابتوب يقدر يفتحوا يشوف الفيسبوك والحاجات دي يعني يعمل طب ادوني الكتاب اللي انتو بتسجله فيه الاحداث الملكية قال لوني اقرأ شوية وهو بيقرأ ليه انه كان في مؤامرة واحد كشف المؤامرة وانقص حياة الملك قالوا لهم تعالوا هنا عملتوا ايه للراجل دوا اللي كشف المؤامرة وانقصني قالوا له ولا حاجة ما عملناش اي حاجة حتى المكافأة ما ديناهوش اي مكافأة ومن هنا بدأ الرب يخطط لخلاص شعبه طب ايه اللي خلى الملك يقوم بالليل وما يكملش نومه ويبقى عنده قلق ايه اللي خلى الملك يطلب السفر اللي يقرى فيه وايه اللي خلى الملك يكمل اراية حتى يصل الى المؤامرة دي ما كان ممكن يقرى صفحة صفحتين وخلاص وانتهى الموضوع الرب عناية الرب في السفر كله وده اللي بيقول لنا انه ازاي قلوب الملوك في يد الرب كجداول مياه انا اللي حاجة مهمة جدا وهي قانونية السفر الاعتراض على السفر ده مش قانوني او لما اقوله او لما بنيكلم عن قانونية سفر يعني هل السفر اعتبر سفر من الاسفار المقدسة من اول ما كتب ولا لم يقبل دي بنسميها القانونية وعيز هل السفر يرتقي الى مستوى الوحي هل السفر سفر موحى به من الله هل السفر يعتبر سفر مقدس لما نقرأ عن سفر استير ونقرأ عن قانونية السفر كويس اول ما زي ما قلتلكم بنقرأ عن كاتب السفر ايضا من خلال يوسيفوس لكن كمان يوسيفوس اتكلم عن نظرة اليهود لسفر يوسيفوس اتكلم على قائمة الاسفار الكتاب المقدس يوسيفوس اتكلم عن قائمة اسفار الكتاب المقدس ولما تكلم يوسيفوس طبعا قائمة اسفار الكتاب المقدس هو 들어 الأهد الأديم العهد جديد لم يكن قد كتب او هو ملهوش علاقة كبيرة بالعهد الجديد لكن هو كيهودي يهتم جدا بتاريخ شعب اليهود فالא�صفار المقدسة اليهودية الكتاب المقدس العبري اللي بتكون من ثلاث أقسام اللي بتكون من التوراة وبتكون من الأنبياء وبتكون من الكتبين كويس اللي هو العهد الأديم قال يوسيفوس إنه العهد الأديم مكون من 22 سفر إذا تقول لي إزاي ده إحنا لما بنفتح النهاردة الكتاب المؤدس وبنروح على الفهرس في بداية الكتاب بنجد أن العهد الأديم مكون من 39 سفر 39 سفر فإزاي يوسيفوس يقول إنه 22 كويس 22 لأنه الآتي هو هما كلهم نفس الأصفار نفس الحج ما فيش سفر وقع لكن بالنسبة لليهود عنده أول حاجة عنده صمويل الأول وصمويل الثاني سفر من السفرين وعنده ملوك الأول وملوك الثاني سفر وليس سفرين وعنده أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني سفر من السفرين وعنده الأنبياء الصغار يعتبروا كلهم سفر واحد سكرول واحد للأنبياء الصغار كويس؟ طب كده يبقى أربعة وعشرين مش 22 هو أيضا يوسيفوس اعتبر أن رعوث جزء من سفر القضاء وأن مراثي أرمية جزء من سفر أرمية يبقى بالتالي كل العهد الجديد في نظر يوسيفوس هو 22 بما فيهم استير لأنه عدينا هنعد استير معاهم لأنها جزء من الكتب كويس؟ فهو اعتبر سفر استير سفرا تاريخيا وأنه كما هو باعتباره سفرا مسجلا تاريخيا حقيقيا وكمان أقر بصورة متكررة بأن النصر الذي حققه اليهود من خلال مردخاي واستير كان في النهاية عمل الله نفسه يعني نقاض شعب اليهود كان عمل الله فيوسيفوس نقاضنا الأولاني اعتبر أنه سفر سفر كتاب كمان المشنة ودي الكتب الربايز القديمة والميجالوث اعتبروا أيضا أنه سفر استير سفر قانوني سفر استير مع سفر نشيد الأنشاد أطلق عليهم الأصفار التي ثار حولها نزاع أو كان فيه كلام ضدها من بعض معلم اليهود وبالأخص لأن اسم الرب ليس مذكور في زان السفران لكن دون انتهى في مجمع جمينا وأقر اليهود أنه لا حتى بالرغم من عدم وجود اسم الرب في السفر إلا أنه السفر سفر مقدس سفر استير سفر من الأصفار كتاب مقدس سفر بيأكد لنا عناية الله بيأكد لنا الله الذي يتحكم في تاريخ بيأكد لنا أن قلوب الملوك كجداو المياه بين يدي الرب بيأكد لنا أن الله متحكم في مملكة الناس وده بيطميننا النهاردة أنه مهما كانت الأحداث التي حاولينا إلا أن الرب عينه علينا يحرسنا ويقودنا نلتقي في حلقة جديدة وسلام المسيح يكون معكم